حققت عائلة بحرينية حلم ابنها في تشييد كوخ شخشبي فوق شجرة محاكاة لأفلام الكارتون تقديرا لتفوقه في المدرسة عملية تشييد الكوخ استغرقت قرابة 32 ساعة متفرقة إذ قام الوالد بتصميمه وبنائه بمشاركة نجليه الزميل خول لغرينيس نقلت لنا تحقيق هذا الحلم عبر هذا التقرير أسوة بالمسلسل الكارتوني توم سوير وبطله هاك يعيش الطفل البحريني ياسر حياة أبطال أفلام الكارتون القديمة من خلال قضاء يومه في كوخه الصغير بعد أن كان يعيش فيه بمخيلته لفترة من الزمن إذ بات ذلك الخيال واقعا ملموسا أهدته إياه أسرته بعد تفوقه في المدرسة بكرة جيتني من المسلسلات الكارتونية مثل توم سوير والمسلسلات القديمة وفكرت في الموضوع في صالفة البيت الشجرة وبعدين رحت قلت لأبوي يسوي لي هذا البيت الشجرة نجي نضليت كل يوم حنعلي الليل ما قالي إذا تفوقت في المدرسة ويجبت علامات زينة بعدين منسوي لك بيت الشجرة وبعدين هذا أعطاني عزيمة عشان أتفوق في المدرسة وتفوقت في هذا الكوخ الصغير يتسلى مع أخوته وأصدقائه يلعبون ويمرحون ويغفزون فرحا ليعيشوا أجواء المسلسلات الكارتونية بجمالها ومرحيها بعيدا عن التقنيات الحديثة وصار بيت الشجرة لأنك بسطة أنا ربعي والأهل ونلعب في الألعاب القديمة مثل الألعاب بالورق والأشياء التي ديه وبعيد عن الأجهزة الإلكترونية سعادته لا توصف بعدما تحقق حلمه بكوخه فوق الشجرة شارك والده في بنائه بمعية شقيقه بعد أن خططت الأسرة لبناء هذا الكوخ على مدار العام الدراسي فقد تم حضار شجرة تتلائم من ناحية القوة والحجم مع الفكرة وذلك بواسطة رافعة وتم غرسها في حديقة المنزل لتضرب جذورها في الأرض ومع نهاية العام الدراسي تفوق ياسر فبدأت رحلة البناء والتشهيد جئنا فيه وظلنا فيه نشتغل بـ 32 ساعة بنظام المناوة ومو متواصلة والحمد لله كملنا بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة وشاشات الآيباد تذوق ياسر شعور السعادة بالإنجاز من خلال فكرة فريدة من نوعها حركت مشاعره وخلقت له أجواء جديدة من الفرح برفقة أصدقائه على طريقة هاكل بريفان خولا لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين